اطلع الأستاذ أمين بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت على مخترح تنظيم البطولة المحلية الأولى للذاكرة الخارقة بحضر موت من قبل مؤسسة مواهبة لطلاب الثانويات على مستوى مديرية المكلة وأشار المدير بعباد إلى همية العمل المشرك في تنظيم مثل هذه البطولة النوعية ومواكبة التقنيات التعليمية المتطورة على مستوى الوطن العربي من جانبه استعرض الأستاذ طارق باجبير مدير معهد الموهبين فكرة البطولة المحلية التي تقام لأول مرة على مستوى الثانويات وألية المشاركة فيها من قبل طلاب وطالبات الثانوية